للحديث عن استمرار الانتشار المكثف والسيطرة الأمنية للميليشيات في المحافظات المنكوبة ينضم إلينا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبول دكتور يحيى مرحبا بكم يعني بداية وقبل الحديث عن سيطرة الميليشيات على المناطق المنكوبة لا بد من أن نبدأ بالسؤال لماذا تستمر الميليشيات بإحكام سيطرتها وقبضتها على المناطق والمدن المنكوبة ما سبب في ذلك دكتور أحييك وأحيي مشاهدي قناة ثرافدين الكرام أخي الكريم السيطرة الميليشيوية على المناطق المنكوبة وعلى المحافظات التي تعرضت إلى التدمير تأتي ضمن خطة وسياق ممنهج سواء وضعته قيادة الحرس الثوري الإيراني وبرعاية حكومية وهو عملية احتلال واضحة لهذه المحافظات والسيطرة على مقدراتها وأصبحت كل ميليشيات تأخذ موارد هذه المدن المنكوبة لصالح ميليشياتها وتتحكم بمواردها وطريقة صرفها عليها لذلك فالحكومة ضعيفة أمام هذه السيطرة وهذا الاحتلال الميليشيوي لمدن ومحافظات التي تعرضت إلى الاحتلال من قبل الميليشيات الإيرانية ومن قبل الحرس الثوري الإيراني الذي جعل من هذه المدن ضعيعات تابعة لهذه الميليشيات تستثمر فيها وتتسلط على أهلها وتقيم حواجزها في سبيل السيطرة الكاملة عليها وعلى مفاصلها دكتور إحياء سيطرة الميليشيات على المدن المنكوبة هل يمكن أن نطلق عليه مصطلحا بأنه تحدي للحكومة؟ هل هذا صحيح؟ الحكومة تتذرع بكلام كلما جرى حديث في الإعلام بأن هناك مخطط لزوال هذه الميليشيات أو لطردها أما الحكومة هي من تغفي الشرعية القانونية لهذه الميليشيات التي أصبحت أقوى من الأجهزة الأمنية الأخرى ومن الجيش وهي صاحبة القرار في هذه المناطق وليست الشرطة ولا الجيش وإنما هذه الميليشيات هي صاحبة القرار الفصل وهي تتحكم بحدود هذه الميليشيات مع الدول الأخرى وتسخر مواردها لمصالحها الخاصة دكتور ريحية هل هناك تداعيات إنسانية تداعيات معيشية لسيطرة الميليشيات على المدن المنكوبة يعني كما تعرفون أن الحياة لم تعد في هذه المدن لطبيعتها بعد كل هذه السنوات حتماً أخي الكريم الحالة الاقتصادية مزرية حركة السوق تكاد تكون معدومة وأيضاً هناك تذمر كبير من قبل الساكنين هناك فلا يمكن دخول بضاعة إلى المحافظة أو المدينة إلا بعد أن يدفع الأتاوى لسيطرة الحشد وأنا لا أقصد الدخول من دولة أخرى وإنما عندما تأتي ببضاعة من بغلاد باتجاه الموصل أو باتجاه الأنبار أو باتجاه مدينة القائم تحديداً التي تسيطر عليها الميليشيات بشكل كبير فعليك أن تدفع رسم لهذه الميليشيات بسبيل الدخول أو لبيعها وتباع بأسعار مضاعفة وهذا شل الحركة الاقتصادية إضافة إلى نزول أسعار الدور والأراضي الذي حرض قسم من الناس الذين يحتاجون إلى المال سواء لوجود مريض سواء لأشغال أخرى عرضوا منازلهم للبيع في سبيل أن يهجروا هذه المناطق فترى هذه الأسعار هناك لا تتناسب مع قيمتها التي كانت عليها قبل سيطرة الميليشيات أو سيطرة المنظمات الإرهابية قبلها على هذه المناطق فأصبحت الحياة المعيشية صعبة بالنسبة لأبناء وسكان هذه المناطق إضافة إلى الصعوبة الأخرى في عملية التنقل حتى بين هذه القرى التابعة لتلك الأغضية فهذه الحواجز موجودة وتؤثر على تحركاتهم وإضافة إلى قطع كثير من الطرق باتجاه مزارعهم وباتجاه مشاريعهم الزراعية التي تسيطر عليها هذه الميليشيات مما أدى إلى وضع مزري جدا وهناك أيضا الجانب الآخر وهو جانب ما يسمى الابتزاز في الحالة السياسية للناس الذين وقفوا بوجه الاحتلال ووقفوا بوجه هذه الميليشيات أو وقفوا بوجه ممارسات الحكومات القمعية وأجهزتها لذلك تمارس عملية الابتزاز وعملية السجن وعملية الاختطاف لأبنائهم والتضييق عليهم حتى في أرزاقهم وحركاتهم كل ذلك أدى إلى تدمير هذه المناطق وإضافة ثقل آخر على كاهل أبنائها طيب دكتور سريعا لو تفضلتم في ذلك ماذا عن انتخابات مجالس المحافظات في المدن المنكوبة كما تعرفون هناك إصرار من قبل الميليشيات على خوض هذه الانتخابات بكل قوة سريعا دكتور يحيى لو تفضلتم حتما الأخي لا يمكن ترشيح أي مستقل أو إلى هذه الانتخابات إلا بموافقة الميليشيات التي تريد أيضا السيطرة على ما يسمى مجالس المحافظات في سبيل أن تبقى مسيطرة على هذه المدن وهذه الترشيحات أو الأحزاب التي المرشحين عفوا أو الأحزاب وإنما تذهب للميليشيات لكسب رضاها وولائها في سبيل النجاح أو الفوز في هذه الانتخابات التي طالما ما يقاطعها الشعب ولكن تظهر هذه الأسماء بمجرد حدوث هذه الانتخابات سواء بالشكل التزوير أو بالشكل سرقة أصوات الناخب عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبول شكرا جزيلا لكم